أما لا مشاهدين فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وسارة قد أحمس الخير سارة نصر نور وفاق شكرا أهلا بكم مشاهدين إلى النشرة الاقتصادية والبداية مع العنوين مجلس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة عمل مشتركة لتقييم واقع السلامة الانشائية للأبنية وسيليكون بالي بانك ندير الأزمة شبح الإفلاس يخيم على بنك كريدي سويس والمركزي السويسري يتدخل أهلا بكم أصدر المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة عمل مؤلفة من معاوني وزراء الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والموارد المائية والنقل ونقيبي المهندسين والمقاولين ويهدف القرار إلى تطوير واقع السلامة الانشائية للأبنية في سوريا وتوزيع الأدوار على الجهات المعنية حسب المسئولية وحسب القرار فإن مهمة اللجنة المراجعة الشاملة وتقييم الآلية المتبعة حاليا في تشييد الأبنية وذلك بهدف تطويرها بدءا من الدراسة والتصميم والتدقيق مرورا بمرحلة الترخيص وانتهاءا بمرحلة التنفيذ بما يضمن تحديد مسؤوليات كافة الجهات المشاركة وتقديم ورقة عمل مقترحة خلال شهر من تاريخه ليصار إلى عرضها على لجنة الخدمات والبنى التحتية لمناقشتها بمشاركة وفد من اتحاد غرف التجارة السورية انطلقت أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية تحت عنوان شراكة يجب توثيقها في عالم يمر بأزمات وذلك في العاصمة الفرنسية باريس وفي كلمة له أمام المشاركين بالقمة أكد ممثل اتحاد غرف التجارة السورية موصان نحاس عضو غرفة تجارة دمشق أن المشاركة في أعمال القمة تأتي بناء على دعوة رسمية موجهة لسوريا عن طريق اتحاد الغرف العربية معتبرا أن هذه الدعوة تمثل منعطفا مهما وكبيرا في عودة العلاقات السورية مع الجميع وأشار نحاس إلى أن رفع العقوبات الجائرة أحدية الجانب المفروضة على سوريا يمثل واجبا إنسانيا مؤكدا ضرورة رفع هذه العقوبات التي تتسبب بالأضرار لجميع مكونات المجتمع السوري من أطفال ونساء وشيوخ وخاصة بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي كشف مدير مشروع التحول للري الحديث بحماء المهندس سليمان شعبان أن عدد طلبات الاكتتاب المقدمة من المزارعين لتمويل عمليات التحول إلى الري الحديث تجاوز الخمسمائة طلب موضحا أن الفرع وضع ضمن خطته للموسم الحالي تحويل 300 هكتار من الأراضي لتقنية الري الحديث بنوعي الرذاذ والتنقيط ولفت شعبان إلى أن المستفيد من القرد بالتقصيد يتحمل 60% من قيمة شبكة الري ويسددها على أقصات لمدة 5 سنوات بينما يتحمل الصندوق 40% المتبقية من القرد وفي حال التزديد نقدا يتحمل المزارع المستفيد منها 50% والصندوق 50% هذا ومنح فرع صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث بحماء خلال العام الفائد قروضا لتنفيذ ما يزيده على 145 شبكة ري حديث على مساحة 290 هكتار يستمر العمل بمبادرة الاتحاد العام للفلاحين لصيانة وإصلاح الأقنية الرئيسة والفرعية المتضررة بفعل الزلزال في ريف حلب وفقا لما أكده عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الإشراف على تنفيذ المبادرة أحمد هلال الخلف وبين الخلف أن هدف المبادرة العمل على إزالة آثار الزلزال وتداعياته على العمل الزراعي من ناحية أضرار أقنية الرئي الحكومية وذلك بجهود العمل الشعبي مشيرا إلى أنها المبادرة الأولى من نوعها على مستوى القطر ونعمل على تعميمها بمبادرات مشابهة في باقي عالميا سيطر التقلب العنيف على الأسواق العالمية بعد أن تسببت أزمة جديدة في بنك كريدي سويس جروب السويسري في اندفاع المستثمرين اندفاعا محموما بحثا عن الأمان وذلك بعد أيام من انهيار بعض البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة هذا واتخذت مجموعة كريدي سويس إجراءا حاسما لتعزيز السيولة عبر اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك من البنك الوطني السويسري وعرضت إعادة شراء الديون في محاولة لعكس اتجاه الانهيار في ثقة السوق هل سيطلب كريدي سويس نوعا من المساعدة الحكومية في المستقبل؟ إن المساعدة الحكومية ليست موضوعا بالنسبة لنا هكذا تحدث رئيس مجلس إدارة كريدي سويس قبل ساعات من انتقال تأثير انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي عبر المحيط الأطلسي إلى بنك كريدي سويس في سويسرا في أحدث ضربة لثقة المستثمرين في القطاع المالي حيث هوت أسهم كريدي سويس بما يصل إلى 30% بعدما استبعد البنك الأهلي السعودي أكبر مساهم فيه ضخ المزيد من السيولة ودفع تراجع الأسهم البنك المركزي السويسري إلى مد كريدي سويس بإنقاذ مالي غير مسوق بنحو 50 مليار فرنج سويسري أو ما يعادل 54 مليار دولار إلى جانب تقديم مناقصة لإعادة شراء ما يصل إلى 3 مليارات فرنج من الديون بمحاولة لعكس اتجاه هبوط ثقة السوق بسهم البنك السويسري مقارنة مشكلات كريدي سويس الحالية بنهيار سيليكون فالي بانك ليست في محلها خصوصا أن كل منهما يخضع للتنظيم بشكل مختلف لدينا ميزانية قوية ونسبة رأس المال إلى الأصول قوية أيضا لقد تناولنا الدواء بالفعل بنك وانجلترا وبعد الاضطرابات التي تسبب بها كريدي سويس في الأسواق أجرى محادثات طارئة مع نظرائه الدوليين لتقييم التأثير المحتمل للمشكلات في كريدي سويس وهي مؤسسة تعتبر ذات تأثيرا في النظام المالي العالمي يجب أن تتحلوا بالصبر الوضع المالي لكريدي سويس سليم بما في ذلك البند المسمى بمعدل تغطية السيولة البالغ 150% والذي يمكن الاعتماد عليه للوفاء بالتزاماته المخاوف المتزايدة من أزمة مصرفية جديدة أدت إلى بدء الخبراء الماليين في إعادة تقييم توقعات النمو الاقتصادي إلى جانب توقع البعض بدء البنوك المركزية قريبا في خفض أسعار الفائدة مقابل ترجيحات بأن الأمر سيتطلب خطة إنقاذ لمنع انهيار من شأنه أن يهز البنوك والصناديق المعاشات التقاعدية إن المشكلة تكمل في أن بنك كريدي سويس وفقا لبعض المقاييس أكبر من أن يفشل لكنه أيضا أكبر من أن يتم إنقاذه إن فشل أزمة بنك كريدي سويس جاءت بسبب الخسائر المتفاقمة في كل من قسمي إدارة ثروات الرئيس والنشاط الاستثماري وتجلت المصاعب التي عناها في نتائج العام بأكمله إذ أعلن عن خسارة صافية قدرها 7 مليارات و300 مليون فرنج لعام 2022 وكان ثلاث مؤسسات عربية ضمن أكبر المستثمرين في البنك السويسرية ثنتان منهما سعودية وثالثة قطرية وبلغت الخسائر السوقية غير المحققة للمؤسسات الثلاث ما يعادل ثمانية مليارات دولار لا نستطيع أن نزيد الاستثمار لأنه إذا زلنا الاستثمار نصعد فوق العشرة في المئة وهذه لها ريجلتاري امبليكيشنز سواء في المملكة ولا في أوروبا ولا في سويسرا الافتقار إلى الدعم من المساهم الرئيس أطلق العنان للفرار الهائل من المستثمرين ما فقم أزمة ثقة التي كان البنك يعاني منها بالفعل وبينما ارتفع مؤشر الخوف بشأن الاستقرار المالي شهدت العملات التي تعد ملاذات آمنة كالدولار والين إقبالا كبيرا وانقلبت الرهانات إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على عكس الرهانات السابقة بالرفع صدق مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الأغلبية اليمينية على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما قبل طرح النص على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة هذا وتظاهر الفرنسيون مجددا ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والذي يدخل اليوم مرحلة حاسمة بعد البدء في مناقشته من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة التي تبحث عن نص توافقيا بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وينزل الفرنسيون للشارع تلبية لنداء النقابات الرئيسة في البلاد التي دعت للتظاهر والإضراب في مختلف القطاعات تعبيرا عن رفضهم للبند الأساسي في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره والمرتبط برفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما قال محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري إن الإجراءات أحدية الجانب التي تستهدف عرقلة آليات السوق قد تعصف بالجهود التي بذلتها مجموعة أوبيك بلس على مدى السنوات الست الماضية مما يؤدي إلى حالة من الضبابية ويعطل الإمدادات وأضاف عرقاب أن قرار أوبيك بلس خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا حتى نهاية عام 2023 يكفل الاستقرار والتوازن في سوق النفط مشيرا إلى أنه يراقب التطورات في الأسواق المالية وتأثيرها على أسواق النفط هذا وكانت فرضت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا سعريا للخام والمنتجات النفطية الروسية وحضرت أيضا الواردات الروسية ختام الاقتصادية شكرا للمتابعة وعودة إلى سياق النشرة مع الزميلة وفاء شكرا لعاتك العافية اشتركوا في القناة